أهلاً وسهلاً بيكو شباب وبنات الصف الأول السنوي في الفيديو ده هناخد مع بعض وهي أدوات النكر وده الفيديو الثاني من الدرس الأول الوحدة الأول نشوف كده مع بعض إيه هي أدوات النكره؟ أدوات النكر هي أدوات بتتحط قدام الأسماء بتخلي الاسم ده نكره مش معرفة نشوف إيه هما أدوات النكره في الأول بقى كده نشوف إزاي أول حاجة هي أن بقى كده إن ده أن إن ده طب إيه الفرق ما بينهم؟ هنا عندنا أن بتسبق الاسم المفرد المذكر طب إن بتسبق الاسم المفرد المؤنس طب ده بتسبق أي اسم جمع سواء كان مذكر أو مؤنس نشوف الأول مع بعض الثلاث أدوات دول إزاي هننطقهم مع بعض بعد كده ناخد إجزامبيل عليهم أول حاجة هي أن أن عندنا حرف الأم أو الأن دول حروف أنفية حروف نازل بيتنطقوا من الأنف بس إمتى إذا جي قابليهم حرف متحرك؟ خلاص ذكر؟ يعني هنا عندنا الأن جي قابلها حرف متحرك فتنطق أي أن الأن ما سمعناش صوتها واضح طيب هنا هنا حرف الأن هيتنطق واضح نقول إن إن إحنا هنا سمعنا صوت الأن واضح طب على رغم إن قابله حرف متحرك آه إحنا عندنا الأمة أو الأن إذا جي قابلهم وبعدهم حرف متحرك الصوت بنسمعه واضح خلاص ذكر؟ فإحنا قلنا هنا إيه؟ إن إنت هنا سمعت صوت الأن واضح طب هنا د إحنا عندنا هنا مقطع صوتي الحرفين دول بتنطقوا A وهتلاقوه في كلمات تانية كتير طب هنا د د نقولهم كمان مرة هنا أ إن د نشوف كده تاني ونشوف إجزامبل عليهم هنا أ قلنا بتيجي قدام الاسم المفرد المذكر ناخد إجزامبل معناها صديق مش الصديق هنا الكلمة نكرة خلاص تمام؟ هنا كلمة نكرة ومعناها صديق هنا برضو الكلمة نكرة معناها صاحب وليس الصاحب هنا معناها ولد مش الولد طب نشوف مع بعض كده إحنا إزاي نطقنا التلت كلمات دول هنا كوبا في ملحوصتين على نطقهم أول حاجة هنا السي تنطقت ك كوبا طب هنا حرف الان حرف أنفي جي قبلي حرف متحل يبقى نطقناها إزاي؟ كوبا يبقى أن كوبا معناها صديق هنا آنامي كلمة آمي هنا 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 في الانجليش اسمه آي لكن هنا في الفرنسي اسمه إي وبتنطق برضو إي بنقول إيه؟ آمي خلاص داكر؟ هنا جارسون جارسون برضو عندنا ملاحظات على نطق آ هنا حرف الأر تنطق أر جارسون وحرف الأر ممكن يتنطق أر أو أخ خلاص داكر؟ هنا جارس هنا حرف الس ما تنطقش ك زي هنا الكلمة دي في كوبا يتنطق إزاي؟ س يبقى حرف الس لما بيكون تحتيه العلامة دي بيتنطق س يبقى جارسون وهنا حرف الان تنطق أنفي عشان قابله حرف متحلق خلاص داكر يبقى جارسون يبقى إحنا عندنا هنا أن تيجي قدام الاسم المفرد المذكر وأخدنا عليها إجزامبل أن كوبا آنامي أن جارسون تشوف اللي بعدها؟ هنا إين إين دي قلنا بتيجي قدام الاسم المفرد المؤنس تب ناخد إجزامبل هنا إين كوبين إين كوبين معناها صديقة مش أل صديقة دي كلمة نكرة هنا إينامي إينامي معناها صاحبة مش أل صاحبة برضو اسم نكرة هنا إين في إين في فتاة خلاص داكر تب ناخد ملاحظات النطق هنا حرف الإن جي ما بين حرفين متحركين فهتتنطق الصوت الإن واضحة يبقى كوبين هنا الحرف الأخير عندنا مش بيتنطق غالبا مش دائما خلاص داكر يعني في حالات الحرف الأخير فيها بيتنطق هنا في هنا عندنا مقطع صوتي بيتنطق إي اللي هو الإي أل أل أه خلاص داكر يبقى في كلها المقطع ده كله اتنطق إي نقول كمان مرة هنا إين بتيجي قدام الاسم المفرد المؤنس وأخدنا عليها إجزامبل اللي هي إين كوبين صديقة إينا مي صاحبة إين في فتاة تشوف اللي بعدها دي تيجي قدام أي جمع سواء كان جمع مذكر أو جمع مؤنس دا بناخد كده الإجزامبل هنا دي كوبين هنا دي جمع مذكر دفنا لها اس في النهاية دي كوبين معناها أصدقاء هنا دي زامي دي زامي معناها أصحاب صوت الزد اللي انتو سمعتوه ده من حرف الاس وهي و لما بيجي بعدها حرف متحرك بيدينا صوت الزد دي زامي معناها أصحاب هنا دي جارسان دي جارسان معناها أولاد برضو دفنا لها اس عشان تبقى الكلمة جمع دي جارسان تبقى نشوف بعد كده دي كوبين دا جمع مؤنس الصديقات دي كوبين برضو أخرها اس هنا دي زامي دي زامي معناها صاحبات برضو أخرها اس جمع مؤنس دفي دفي معناها فتيات برضو كل الأسماء دي أسماء نكر خلاص ذكر نشوف كده الصفحة اللي بعدها الصفحة اللي بعدها هنا بنلخص فيها كل أدوات النكر يبقى عندنا أدوات النكر هي إن و إن و دي شوف بقى ملحوظة مهمة جدا الملحوظة دي بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا المذكر في اللغة الفرنسية ليس بالضرورة أن يكون مذكر في اللغة العربية والعكس صحيح يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مثلا عندي هنا كلمة ان كاية ان كاية احنا اتفقنا إن الأداة دي بتيجي قدام الأسماء المفرد المذكر خلاص ذكر يبقى كلمة كاية هنا مفرد مذكر طيب أن كاية دي معناها إيه؟ معناها كراصة طيب يبقى هنا الكلمة دي في الفرنسية كلمة مفرد مذكر لكن كراصة في العربي مفرد مؤنس طيب نشوف اللي بعدها هنا إن كالار دي في الفرنسية مؤنس لكن في العربي معناها لون ولون دي كلمة مذكر طيب هنا أن ليفر أن ليفر كلمة مذكر في اللغة الفرنسية ومعناها كتاب يعني مذكر برضو في اللغة العربية هنا in lang كلمة مؤنس في اللغة الفرنسية ومعناها لغة وهي مؤنس في اللغة الفرنسية خلاص ذكر نستنتج من الكلام ده إيه إن المذكر والمؤنس في اللغة الفرنسية واللغة العربية منهمش أي علاقة بعض خلاص تمام نقول ملحوظة كمان نقول إن إحنا بعد إيه هناخد نهايات تميز المذكرة عن المؤنس في اللغة الفرنسية دي هتساعدنا بس نوعا ما يعني في التمييز ما بين المذكر والمؤنس خلاص تمام لكن الحل المثالي للمشكلة دي هو ايه هو ان احنا نحفظ الكلمة بأداة النكر بتاعتها يعني ايه يعني لما اقولك كراسة يعني ايه ما تقوليش كراسة يعني كاية لأ لما اسألك كراسة يعني ايه تقولي كراسة يعني يعني كراسة نحفظ الكلمة بالأداة بتاعتها ده هيساعدنا ان احنا نحفظ او ان احنا نعرف الكلمة دي مذكر ولا مؤنس خلاص ذكر يعني برضو لما قلت لون يعني ايه ما تقوليش لون يعني كولار لأ تقولي لون يعني اين كولار كده انا عرفت ان الكلمة دي مؤنسة لغة برضو احفظها اين لونج كتاب احفظها اون ليفر شوف بعد كده طب احنا لقتي بناخدهم واحدة واحدة هنا اون كاية معناها كراسة هنا دي كلمة مفرد مذكر في اللغة الفرنسية ومؤنس في العربية هنا عندينا حرف الاش مش بيت ند هنا اين كولار مؤنس في اللغة الفرنسية ومذكر في اللغة العربية هنا عندنا الحرفين دول بتنطر ا فهنقول ايه كلار الحرفين دول بنضم صوتنا فيهم بس بسيط يبقى كلار نشوف اللي بعدها هنا معناها كتاب هنا مذكر في الفرنسي ومذكر في العرب معناها لغة أو لسان خلاص ذكر نشوفها هنا ملحوظة برضو مهمة جدا يقولك إن الكلمات اللي بتعود إلى كائن حي مذكر أو مؤنس بتكون هي هي في اللغة العربية مذكر برضو أو مؤنس يعني إيه؟ إن أنا عندي كلمة مدرس ده كلمة مذكر يبقى ما يقابلها في اللغة الفرنسية بيكون مذكر برضو اللي هي en professor ده بينطبق على إيه؟ على الكائنات الحية بس هنا مثلا هنا دي مدرسة ما يقابلها في اللغة الفرنسية بيكون مؤنس برضو هنا in professor دفنا لها a في النهاية غالبا في التأنيس إحنا بنضيف a في نهاية الكلمة تمام؟ طبعا ده لما ندخل شوي في المنهج هناخد طبعا تأنيس الأسماء هنا ده غالبا وليس دائما طبعا فيه حالات شزم هنا كت معناه عنشا كت هنا دي كتة ينشت يبقى هنا كت مذكر في العربي برضو ما يقابله في الفرنسية بيكون مذكر برضو هنا دي كتة هنا مؤنسة في العربي برضو ما يقابلها في اللغة الفرنسية بيكون مؤنس برضو لأن دي كائنات حية هناخد جولة سهلة بس على الجزئية دي عشان إحنا لسا ما عندناش كمية كلمات نقدر نعمل بيها جولات تانية متوسطة أو صعبة أول سؤال معنا نقط في نقط في يطر هاختار أون ولا إن ولا دي هاختار إن أنا عندي كلمة في معناها بنت وهي كلمة مفرد مؤنس السؤال لبعده نقط جرسون يطر هاختار أون ولا إن ولا دي هاختار أون كلمة جرسون معناها ولد وهي كلمة مفرد مذكر آخر سؤال نقط كولار اختار معاها دي كلمة كولار معناها ألوان وهي كلمة جمع كده نكون انتهينا من فيديو الشرح لكن كملوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا مميزات المنص شكرا لسمعكم وأتمنى لكم التفارق شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة